أعلنت شركة سامسونج عن هواتفها الرائدة وهي سلسلة الـ S24 Ultra وهذا قبل أسبوع وهي ثلاثة هواتف الـ S24 العادي الـ S24 Plus والأهم الـ S24 Ultra موعدنا في هذا الفيديو مع هذا الهاتف القوي وهو الجالاكسي الـ S24 Ultra هاتف بيعطات قوي وإمكانيات عالية جدا لذكاء الاجتناعي لذلك رح نشوفهم مع بعض مواصفتها الكاملة سعر بالدولار وبالدينار الجزء سلام الخوة مرحبا بكم معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كامل بخير كالعادة قبل ما نبدأ الفيديو لايك وإذا كنت جديد اشترك الآن فعلى الجرس ويلا نبدأ على بركة الله البداية بالتصميم وكما تشوفوا فهو لا يختلف كثيرا عن الجيل السابق الاختلاف الكبير أنه يأتي بوجهها خلفية وأمامية مسطحة وهذا التغيير رائع جدا لأنه رح يديك تحكم أفضل من ناحية الاستخدام في الظهر يحتوي أربع عدسات منبثقة مع فلاش من نوع ليد عندك شعار الشركة أسفل الظهر الخمات تعوي من الزجاج مع فريم تيتانيوم ووزنه 230 جرام أخف من الجيل السابق كما أنه سمكة 8.6 مل عندك في الجيل اليمنى زر الطاقة وأزرار رفع وخفض الصوت عندك في الجيل اليسرى لا يحتوي على أي أزرار في الأسفل عندك منفذ شحن طيب سي عندك مكان شرع الاتصال عندك مايك للعزل وعندك سماعات خارجية مع مكان القلم في الأعلى عندك مايك إضافي وعندك سماعات خارجية يعني رح يكون عندك صوت ستيريو كما أن الهاتف يدعم مقاومة الماء والغبار IP68 من النظرة الأولى التصميم مش رح يكون مختلف لكن عندما تمسك الهاتف رح يكون اختلاف كبير جدا بسبب أنه يأتي فلات بالنسبة لشاشة الهاتف فتأتي من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بجودة Quad HD Plus مقاسها 6.8 إنش تدعم وعدة 120 هرتز متغير تدعم تقنية HDR 10 Plus عندك سطوع عالي جدا 2600 شمعة وهو أعلى من الجيل السابق عليها طبقة حماية من نوع Armor وهي طبقة حماية جديدة أقوى بكثير من الجيل السابق شاشة فلات بحواف متميزة وهي أرفع حواف لشركة سامسونج لحد الآن لذلك رح تجدك تجربة استخدام رائعة جدا في السلاسة والتمرير والتنقل السريع بين التطبيقات مع تجربة مشاهدة ساحرة جدا بألوانها قوية ودقتها العالية وزوايا الرؤية المتميز يعني باختصار شاشات سامسونج صراحة متميزة وقوية ورائعة جدا عندك تجربة الصوت أكيد رح تكون ستيريو كما أنها من أفضل وأمتع الأصوات لذلك رح تستمتع جدا بالصوتيات والفيديو هاتف الجالاكسي الأس 24 إلترا هو الوحيد من هذه السلسلة يأتي بمعالج Qualcomm هو Snapdragon 8 جيل الثالث بمعمارية 4 نونومتر مع المعالج رسومي Adreno 750 عندك خيارات الهاتف كثيرة جدا من ناحية التخزين 256 جيجا أو 512 أو 1 تيرابايت مع 12 جيجا رام كما أنه يعمل بنظام الاندريد 14 مع واجهة سامسونج 1UE 6.1 بهذا العبتاد رح يديك تجربة أداء قوية جدا مع جميع المهام اليومية مهما كان استخدامك كما أنه رح يديك تجربة لعب رائعة قوية جدا وشغل لك أقوى الألعاب بأعلى فريمان يعني باختصار رح يديك أداء قوي جدا وخارق كأي هاتف رائع عندك البطارية 5000 ميلي أمبير تدعم شحن سريع 45 وات يدعم الشحن اللاسلكي 15 وات والشحن العكسي 4.5 وات أداء البطارية ممتاز لكن قدرة الشحن أكيد مش أفضل قدرة عندك منظمة الكاميرات 4 عدسات خلفية عندك عدسة رئيسية 200 ميجابيكسل بفتحة F1.7 بها تثبيت بصري واللجسل أوتفوكس الثانية 50 ميجابيكسل وهي عدسة بيريسكوب تلفوتو بزوم حقيقي 5 إكس بها مثبت بصري الثالثة 5 ميجابيكسل عدسة تلفوتو بزوم حقيقي 3 إكس بها تثبيت بصري والرابعة 12 ميجابيكسل للتصوير الويس صور فيديو 8K 24 و30 إطار و4K 30 و60 و120 إطار في الثاني والعدسة الأمامية 12 ميجابيكسل بفتحة 2.2 صور فيديو 4K 30 و60 إطار في الثاني كتجربة أولية جودة الكاميرا رائعة جدا فالألوان مشبعة تباين في الصور ممتاز التفاصيل قوية مع حدة متميزة وديناميك ريج مثالي حتى التصوير الليلي متميز بفضل الذكاء الاجتناعي وهذا ينطبق تقريبا على جميع العدسات خصوصا عدسة تقريب رح تديك تقريب حتى العشرة إكس بجودة عالية جدا أفضل بكثير من الجيل السابع عندك جودة الفيديو رائعة جدا أيضا ورح نشوف التجربة الاحترافية الكاملة للهاتف والتصنيف بتاعه في موقع دي إكسو مارك فالمنافسة شريسة صراحة في الفئر رايد والإضافة الجديدة القوية اللي قابت بها الشركة هي الجالكسي الأي آي وهي الذكاء الاجتناعي رح يكون عندك عدة استخدامات لهذه الميزة منها الكاميرات رح يتم تحسين جودة الصور والفيديو بشكل عام ورح يكون عندك عدة استخدامات في الكاميرا الميزة الثانية هي الشات أسيست يعني عند استخدام الكيبورد تعالي الهاتف رح يكون في علامة إضافية للكيبورد بها ثلاثة نجوم كي تضغط عليها يعني رح تدخل في علام الذكاء الاجتناعي رح يكون عندك ثلاثة خيارات أولها الشات ترانسليشن وهذه الميزة تدعم 13 اللغة من بينها اللغة العربية فلما تكتب لغتك العربية والطرف الآخر ليس عربي تختار اللغة اللي تواصل بها هذا الشخص سواء يابانية أو اسبانية أو انجليزية أو غيرها من اللغات رح يستقبل رسالة تاعك بلغتها الرسمية وبترجمة احترافي وهي ميزة رح تسهل تواصل مع أي شخص في العالم مهما كانت اللغة والخيار الثاني هي وهذه الميزة تخلي الجملة أو الرسالة أكثر احترافية مثلا كي تكتب جملة كيف حالك رح يديك عدة خيارات أفضل من هذه الجملة بشكل احترافي وهذه ميزة مهمة جدا عند التواصل مع الأشخاص المهمين أو المؤسسات والخيار الثالث والأخير هو وهذه الميزة لتصحيح الجملة أو النص ومن ميزة الذكاء الاجتناعي هي ميزة السامر رايز شفناها قبل في أهواتف جوجل بيكسل 8 وهي ميزة اختصار المقالات لنقاط مهم من الميزة الرهيبة أيضا في الهاتف هي ميزة السيركل تو سيرش وهذه الميزة تسمح لك بالبحث بمجرد وضع علامة دائرية بالقلم لكن أولا تضغط بشكل مطول على الشاشة رح تظهر لك أولا علامة السيرش وبعد ذلك أتعلم على أي شيء سواء كان في الصورة أو المقالة ورح يتم البحث عليه من ميزة الذكاء الاجتناعي أيضا هي إضافة اقتراحات للصور سواء حذ أو إضافة أو تحسين جودة الصور وهذه الميزة بها العديد من الحركات القوية تخليك تستغني بشكل كبير عن عدة تطبيقات وهي ميزة أيضا رأيناها في جوجل بيكسل 8 للأمن بالشكل العام ميزات الهاتف الذكاء الاجتناعي كثيرة جدا لكن هذه من أهم الميزة عندك باقي العتاد بصمة أسفل الشاشة من نوع الترا سونيك رح تيديك آداء سريع جدا عندك شريحة اتصال عندك خاصية لنفسي بالنسبة لمنفذ السماعات فهو غير موجود كما أن الهاتف لا يدعم كار الذكرة خير إمكانيات الهاتف قوية جدا عالية كأي هاتف رائد مع الذكاء الاجتناعي أصبح هاتف وحش للأمن لكن بالمقابل سعر الهاتف أصبح أيضا مرتفع جدا فسعره يبدأ ب1300 دولار يعني يتجاوز 27 مليون سيبقى السؤال لكم الخوة وش رأيكم في الهاتف الإمكانية التاعه والسعر وهل يعتبر الأفضل إذا كان فيه هاتف أخرى اكتب لي رأيك في تعليق كان هذا كل ما لدينا حول الهاتف الجالكسي الأس 24 إلترا في الأخير لايك ومتابعة ونشوفكم على خير